السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أخواتي في الله أتمنى إن شاء الله تكونوا بألف خير نبدأ بالصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام يوم بإذن الله أخواتي غاد يقدم لكم سم من غني عن التعريف سم من مغربي أو الجزائري نفس الوصفات المشتركة مع الأخوات ديالنا الجزائريات أتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم كي يجي مورق وكي يجي رائع ومن فوق كيف كتشاهده بدون إضافة زبدة ولا النشا للتوريق أو بدون إضافة السكر باش يجي محمر كي يجي محمر بدون السكر أتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم وتتبعوا معي الفيديو حتى الأخير باش تشوفوا جميع النصائح والطريقة اللي هي جيد سهلة ومبسطة خصوصا للمبتدئات أتمنى إن شاء الله هنا الإعجاب ديالكم وتشجعوني بلايك باش تشجعوني علعاتها أكتر فأكتر ما تبخلوش علي يا أخواتي ولأول ما لك تشاهد الفيديو ديالي نرحب بها باش تشترك في القناة وتتفعل جرس باش توصل بكل ما هو جديد وما تنسوش تبرتجوا الفيديو مع الأحباب مع الصديقة ديالكم باش تعم الفائدة على بركات الله عندي هنا 500 جرام ديال الدقيق إلى الفرينة الدقيق الأبيض و250 جرام ديال الفينو مشي السميدة الفينو وعندي واحد الملعقة اللي هي صغيرة وممتلئة ديال الملح كي بقى حسب الدوق واحد الكيس ديال الخميلة الحلويات البيكين باوضر ديال 7 و 8 جرام على بركات الله بسم الله قد نخلط هاد النواشيف بدون إضافة السكر كيف تكرت لكم أخواتي في بداية الفيديو ولا بغيتوا تضيفوا أخواتي السكر كتضيفوا واحد الملعقة اللي هي صغيرة وممتلئة هناك نجيب الماء الدافئ واحد الكيميائي ديال الماء كيكون دافئ ما كيكونش سخون بالزاف يعني كتديلوا سبع ديالي لديكم تلقوا هي يعني كتحسو به يعني الحرارة معتديلة وكتضيفوا شوية بشوية ما تضيفوش لما بزاف خطرة باش ما تجيكمش العجينة لديكم جارية أو رخبة بزاف خصنا حصلوا على واحد العجينة اللي هي متماسكة وعطي الطوع يعني في نفس الوقت وما تجريوش العجينة العجينة ديال مسمى كتكون يعني تقريبا بحالي كتكون قاسحة نقوله قاسحة لكن لينة في نفس الوقت تقدو تحكموا فيها وتولقوها وتهزوها بكل سهل تحطوها في المقلات أنا هنا ما بغتش نقطع لكم شي مقطع من العجين يعني مجامع العجين باش تشوفوا جميع المراحل كنضيف الماب شوية بشوية وهنا يدى بصافي ما غديش نضيف الماحسة لها العجينة اللي هي متماسكة ولينا في نفس الوقت ما كتكونش قاسحة بزاف وما كتكون شجارية العجينة اللي هي متماسكة يعني في هذا القوام اللي كيف كتلاحظو معايا باش نوضح لكم أكتر أخواتي ما غسس هاش تبقى تلسقلي الدين دباب ما غديش نعجينها غدي نخليها ترتاح واحد خمسة دقايق غدي نغطيها بوحد المين دين أو تغطيها بوحد البلاستيك غدائي واحد المدة دي الخمسة دقايق من بعد نرجع معكم بإذن الله بعد ما خلينا العجين دينا نرتاح ديك الخمسة دقايق كنجيبوه ونحطوه فوق سطح العمال ونبدأ وندلكو فيه بهذه الطريقة كندلكوه واحد لخمسة دقايق حتى لسبعة دقايق حتى ندلكو ديك العجين مزيان مع إضافة واحد السير اللي هو صغير غدي تشوفه معايا غدينا نحطها في العجانة ما غديش ندلك هابي يدي غدي نضيف واحد الملعقة اللي هي كبيرة ديال زيت الزيتون أو ملعقتين ما كانش مطفل زيت الزيتون ممكن تضيفو الزيت النباتية يعني هدي كنت تديرها الوالدة ديالي وبقيت كنديرها كنحصل لوا واحد العجين اللي هي رطبة وكتساعد العجين باش يجي مطاطي ورائع من بعد ما كتتعجين مزيان أخواتي تحصلوا على هاد العجين اللي كنت يكون رطب وراخو كيف كتشاهدو ومتماسك في نفس الوقت غادي نبداو باش ننشكلو فيه هنا يا أخواتي مشالي غير مقطع كنعتادر منكم غير جبت العجين بعد ما خلجتم العجانة كنجبدو بهذا الطريقة عندي ها هاد البلاتو اللي جهنتو بالزيت النباتية غادي ننبقى نحط فيه الوحدات ديال العجين بسم الله غادي نبدأ نقسم في العجين هنا الحجم حسب الرغبة ممكن تديروا الكورات اللي هما كبارين أو صغارين أو متوسطين هنا حصلت على كورات متوسطة كيف شاهدتم معاي في بداية الفيديو داك الحجم ديال اللي بسم الله اللي اشتو معاي بسم الله اشتو قمشي وحدة كبيرة تنقص منها هنا حصلت على 9 ديال الكورات الحجم متوسط ديال العجين ديال المسمند هنتهم بالزيت النباتية وغادي نغطيهم بواحد البلاستيك غذائي ونخليهم يفتاحوا مدة عشر دقيق أو اكتر رجعت معاكم بعد مرتاح اليا الكورة ديال العجين انا من الظاهرة قبل الغداء و دعيتهم مرتاح و حتى كملت الغديتهم و غتلتهم كل مواعن أرجعت للمسمن باشت ان شاء الله هنا نقرسه أو نورقه هنا لدي الفينو و السميدة ندمج ما بين الفينو و السميدة باش نبقى ندير هذا المسمن باش نورقه و عندي الزيت النباتية ندير الكمية الزيت فوق سطح العمل نسلحه الكرة العجين بعد نقلبها على وجه الثاني و نكملها كيف تشاهدوه بكل سهولة غير نجبد و تسلح معنا يعني العجين اللي هي تكون رطبة و مطاطية ما تقطع معكم موالو تسلح معكم بكل سهولة بعد نبسط العجين مزيان كي بلية سطح العمل تقريبا نرش المزيد من زيت فوق العجين و الخليط ما بين سميدة و الفينو نرش فوق العجين و نطوي لجهة نحصل على نصف دائرة و نطوي الجهة الاخرى يعني كلما طويت واحد الطرف من العجين ترشو شوية بالزيت و شوية ديال سميدة و الفينو و نطوي على هاد الشكل باش نحصل على شكل ضرف على او مربع بهاد الطريقة و نحاول نقدل اطراف ما نخليش العجين واحد الطرف ديال العجين خرج على الاخر و نضيف زيت نباتي فوق سطح العجين و نضيف زيت نباتي فوق سطح العجين و نقلبه على وجه الثاني كيجيو ما فيهم لا زيت لولو كيف غتشاهدوا معي ان شاء الله في نهاية الفيديو ما كيجيو شم زيتين نهائيا كيجيو مورقين و زوينين غير كتجبدو العجين كيف كتشاهدوا معي بهاد الطريقة غير بدلكوهم زيان و تخليوه يرتاح و غدرت تحصل ان شاء الله على هاد النتيجة مع اضافة زيت زيتون ممكن تديرو جوج معالق ما كانش متوفرة تديرو الزيت النباتية و خم عجنتوها شبل عجانة كتضيفو ذيك الزيت بعد ما كتخليوها تلتح تلك الخمسة دقايق ذيك الساعة كتضيفو الزيت النباتية كتسلحو شوي العجين كتبسطو شوية و كتبسطو ذيك الزيت و كتبقاو الدلكو يعني كتدخلو فيه ذيك الزيت حتى تندمج مع العجين هنا بعد ما بسط العجين كنا نجيب الطرف دي العجين كتبقاو على جوج و كندير شوية ديال الزيت و شوية ديال السميدة و كنحاول هاد الأطراف يعني ننقدهم بش يجيو مورقين حتى متما ما نجيش يعني منخليوهم شاك كم تلتين و كننضيفو حال كمية الزيت و سميدة و نطوي على ربعة هاد الطريقة و نحاول نقضل أطراف بش يجيو متساويين و ما نجيش العجين أخرج على الأخرى و غدي نكمل بنفس الطريقة و نرجع معاكم بإذن الله أنزلت إضافة بعد ما كلمل جميع الوحدات دا 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 المقلة هي تقيلة فوق النار و اخليتها تسخن نبدأ نبسط في المسمنة الأولى اللي ورقتها بسم الله كيف تشاهدوك يجيو يعني دايلين فقاعات كلهم تبارك الله تم تعرفوا بأن العجين ديالكم ناجح ومدلوكم مزيان والمسمنة ديالهم غير يخرجوا زوينين ومنفخين ومورقين من الداخل بعد ما كان نبسطها هكذا ما كان نبسطوها بزا فغير نبسطوها شوية نديرها غادي نبسطوها بها الطريقة غير نبسطوها نديرو شوية الزيت في المقلات غير نبسطوها يعني نبسطوها من اللولة وصفين بعد ما كان نضيف شنا الزيت في المقلات باش ميجيوش مزيتين كان وجد الثانية كان بدان نبسط فيها وما نغفلش على اللولة اللي حتت في المقلات ونالك تكون متوسطة ما ننقسوهاش بزاف وما نجهدوهاش كان بدان ندوروها باش تاخد اللون بجميع الأطراف وبدأت تنتفخ معانا وكل مرة كنا نقلبو فيها باش تطيب مزيان من كل الجوانيب وتنتفخ معانا باش تحتوها النبلولة يعني غير شوية قلبوها باش تجيكون من فوقها ويدخلها لهو من الداخل تحتوانها بالطول على اللون تحملات سوف نقلبوها وكل مينديل أو الطول على القنشاف ونجيبو الخراكة نحطها نعودarkan بير اضافة الزيت كيف كتشاهدو معايا ما كنضيفش الزيت غريف النوبال لولا وهكا كنستمر كننحط وحدا وكننوجد الاخرى حتى نكمل جميع الوحدات ونكمل الاخوات بنفس الطريقة ان شاء الله كيف تشاهدو كتتنفخ معانا يعني كيجو مهوي من الداخل وكيجو مورق وناجح بإذن الله مئة في المئة غير تتبعو معايا جميع يعني الطريق اللي هي سهلة ومبسطة معروفة على المسمن وغيرا اعطيولو حقو يعني فتدلاك تلكوهم زيان وخليوه يرتاح والعاجين كيف شاهدو معايا القاوم ديال العاجين خصيكو متماسك شوية وغادي نكمل اخواتي جميع الوحدات ونرجع معاكم بإذن الله رجعت معاكم أخواتي وهذا هو المسمن ديالنا كيف كتشاهدو كيجو كلهم يعني الحجم ديالهم متساوي وكيجو يعني مقرمشين على بلا وكيجو من الداخل مورقين ورائعين بسم الله غادي نقسم لكم باش تشوفوا كيف كيجو من الداخل وغادي باني وليكم كيف كتشاهدو يعني لا ما مزيتينش ما فيهمش الزيت شوفوا غلقة ديالي ما كيجوش مزيتين كيجو ورطبين من الداخل ومورقين تبارك الله زوين زوين بززاف كتقدموه سخون مع بلا ديالتاي راني كنوجد فيه تمنى ان شاء الله هنا الاعجاب ديالكم هاد الفيديو ومن الداخل كيف كتشاهدو ما كان لازي تلوالو ومورقين وكنشكركم اخواتي على المتابعة بغيتوا تحتفظوا فيهم في المجمد ما تخليوهمش تحمروا بزاف غير طيبوهم وما ياخدوش اللون بزاف وديروهم بلاستيكا وقديروهم في المجمد من بعد كتخرجوهم وكتسخنوهم بصحة والرحة وهدي هي اخواتي خليتكم على خير الى فيديو قادم ان شاء الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته في امان الله على اللقاء